أكيد فيه تفاصيل كتيرة عشان كده هنشوف حلقة أو الفقرة الأولى في حلقة النهاردة كل الترجي لـ 12 أهلي تعارفين أن الأهلي داخل هذه المباراة بهدف إكمال الدستة 11 لقب يملكهم نادي القرن في دور الأبطال يبحث بقوة وبتركيز عن اللقب الـ 12 عشان يكمل دستة الأهلي في دور الأبطال المباراة في منتهى الأهمية الترجي التونسي منافس قوي ومحترم وصل للمباراة النهائية على حساب ساندونز الجنوب الأفريقي كرر الفوز عليه زهابا وإيابا 1-0 وبالتالي أصبحت عنده طموحات كبيرة في البطولة الأهلي في المقابل يسعى بكل التركيز لإكمال الرقم القياسي له في مرات التتويج وأيضا في الوصول للمباراة النهائية الفرقتين متسويين في عدد مرات تفاد الهزيمة كل فريق الأهلي والترجي وصل للرقم 20 في عدم الهزيمة في المقابل المتتالية بالهزيمة الفرق بالاتنين أن الترجي سجل الرقم فيه بطولة سابقة فبالتالي حتى لو تفاد الهزيمة يوم السبت الرقم بتاعه لن يعزز أو لن يضاف عليه لكن الأهلي بإذن الله تعالى تفاد الهزيمة يوم السبت يخليه يسجل رقم قياسي خاص به يكون 21 مباراة بلا هزيمة المباراة دي أنا قلت لك لها وضع خاص أنت قلت الرغبة في إتمام البطولة الـ 12 الحقيقة أنا قريت نقلا على الكابتن نواق الجمعة رأيي بلخص بلخص ببساطة ووضوح وشكل مباشر أهمية البطولة دي أنه أصبح بيقول كان زمان نقول إيه الأهلي الدوري عام البطولة المفضلة أي هو دلوقتي ابتدأ يقول لك البطولة الهامة اللي أصبحت مفضلة للنادي الأهلي أي لأنها ليه علاقة بأرقام قياسية على المستوى الدولي فأصبح جمهير الأهلي بيترقبوها وهنا بقى لما الطموح يعلى أي ويبتدي الأمال يعني عالي وأنا عالي أي إن كل الشواء بتعود جمهيرك على حاجة بتضغط عليك على فكرة بتشكل ضغط هائل عن نادي الأهلي وهذا الجيل أنا بقول المباراة دي أهميتها مش بس هتحقق لك أرقام قياسية وهتخليك تلتصق بريال مدريد ما تبعدش عنه ولكن أيضا هتخلي إن الجيل ده الجيل ده من اللعيبة في ظل هذا المجلس بالذات يكون حقق شيء غير مسبوق يتجاوز بيه كل ما سبق من أرقام وهو جيل يستحق أي ولذلك نحن عملين نطلب منه من 2017 تقريبا أو نقول من 2019 مع بداية التجديد الحقيقي للفريق خمس سنين أي بنطلب منهم احتكار البطولات واحتكار الأداء الجميل والتفوق في الأرقام القياسية يعني ده لو روبوت لو آلات لو يعني لعيبة آلية برضو هتحتاج توقف يعني يحصل لها تتزايد تتشح يعني فنتحمل شوية أن بعضهم مستويين زي لسنة يتصرف بعض الشيء بعصبية ضغوط شديدة نقول لهم لأ إحنا في ظهركوا ما تقلقوش بس مش عايزين كونتوا تغلطوا يعني مش عايزين اللعبة تغلط فمش عايزين نبقى إحنا جزء من الضغط الرهيب الغير مسبوق الذي يتعرض له النادي الأهلي وهذا الجيل من كل عناصر اللعبة الغير أهلوية يعني ابعد عن النادي الأهلي وقطاع في الفترة الأخيرة من الأهلوية أو المنتسبين لنادي الأهلي ذلك أنا بقول لهم تكير خلي بالكم كفاية إن إحنا نتحمل الآخر خلينا إحنا ندفي بعض ونشيل بعض وندعم بعض الحب تضحية أستاذ إبراهيم الحب عمره مكان تملك يعني أنت في البيت حتى في العيلة ما تجرؤش تقول للإبن أنك بتحب أكتر من أخوه حتى لو ده كوى قلبك ليه؟ عشان أنت عايز الجو يبقى صحي سليم طيب طيب أنت الحب بتاعك بترجمه لإيه؟ بترجمه لمجموعة من الأفعال معظمها ينطوي على قيمتين الإخلاص والتضحية